طبعا حضراتكم مرة ثانية في صباح الخير يا مصر بنفكركم بسؤالنا النهاردة في البرنامج اللي بيقول ايه الصفة اللي نفسك تورثها لابنك وناخد مجموعة من تعليقات حضراتكم معانا ناريمان هشام بتقول نرمين هشام عفوا بتقول صباح الخير يا أستاذ أحمد وصباح الخير يا بسند الصفة اللي نفسي ابني في المستقبل يورثها مني هي الطيبة والاحترام وحب الناس اللي حوالي لأن أنا ورست ده من أهلي وأجدادي صباح الفل والسعادة عليكم صباح الخير عليك يا نرمين محمد أبوروكا بيقول كلنا نفسنا أولادنا يكونوا أحسن ناس في الدنيا أنا شخصيا نفسي ابني يورث مني الرضع والقناعة ويكون جابر للخواطر ويواجه مشاكله وما هربش منها وبلاش يورث العصابية وربنا يحفظ أولادنا جميعا ربنا يخليهم لك يا رب في رندل نجدي بتقول صباح الخير وسعادة لأجمل برنامج نفسي أولادي يكون عندهم التزام في الصلاة وحسن الخلق أعتقد دي يعني هو لو شاف مامته وبابا بيصلوا فهو طبيعي هيكون ده موجود عنده يعني لازم طبعا ده أهم حاجة نورة علي بتقول أنا من الناس اللي ما بتحبش تشكر في نفسها لكن أتمنى من الله أني أشوف أولادي فيهم كل الصفات الجميلة اللي دايما توصل الخير ليهم ولكن والكل اللي حواليهم وربنا يبارك فيهم يا رب ربنا يخليهم عبد الرحمن جبلة بيقول صباح الخير عليكم من المنوفية بلدي يعني دولة الوحدة صراحة طيب أحييكم والصفة اللي بحب تكون فيه أولادي هي الأخلاق وحب الناس والاعتماد على النفس صباح السعادة عليكم صباح الفل عليك طبعا وعلى كل أهالي المنوفية يا صباح الفل عليك فعلا وعلى كل محافظات مصر ترجمة نانسي قنقر